نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلطاء الضوء خلاله على إشادة مؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتنمية الأنكتاد بالاقتصاد المصرية وصارد المركز الإعلامي في تقريره تأكيد الأنكتاد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022 مشدداً على أن مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بشهادة التقارير الدولية واستعرض التقرير تطورات دفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ العام 2014 حيث بلغت 11.4 مليار دولار خلال العام 2022 ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني على مستوى الدول العربية ذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار في العام 2021 لتأتي مصر في المرتبة الثانية أفريقياً والثالثة عربية كما احتلت مصر المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر